فاشتغلوا دعوة يا ناس وانشروا العقيدة نحن المنقول انشروا التوحيد وتكلموا عن الشرك ما معناته اي مسجد لابد تمشي سميلوا ميسم ده خاضع التزمية للمصالح واشنو يا جماعة والمفاسد مسجد حق عوام او كان حق تجانية الله هدنا سجامع الدوك لو يت السلفي قال لك بس عندنا شرط ما تذكر لنا يسم لكن اتكلم في التوحيد اتكلم في اي حاجة التدائرة ما في مشكلة لو ذكرتها يسم بيجيبوا اتجاني القبيل من النوبة بيركبوا تاني المنبر مبسده الله ما مبسده فسألوا يكون فاهم يا ناس انا ممكن اتكلم في التوحيد وعلمهم الشرك ويفهموا تمام انه ده مقصود بالبرع ذاته ومقصود بهناك الزريبة ومقصود بالكباشي ومقصود بايشي ممكن الله ما ممكن بدهم ما اجيب اسمه في محل حق يانا في جامعة ركن حلغة منتدع في السوق ده حق جانا نحن وكفين بيع كاكزنا بنجيب البرع برع ذاته ينجأ بنتكلم جو ونخرته لانه ده حق جانا نحن فظل يكون فاهم يا جماعة في بعض الشباب الواحد بيشوف انه ده حكا ليه واحد اخونا اظنه استاذ احمد السليك مسكوا جامع بتاع السوق حق عوام واحد قال ليه لا لا ودي كذا يعني معنا كلامه شايف انه دي لك لكة انه ما قاعد اسكوا يجيبوا البرع يقول له لو جاب البرع يجيبوا ودى البرع ياده بركبنا في نفس المينبر ده فسأل يكون فاهم يا ناس خلاص انا بتكلم في التوحيد بعلمهم دعاء غير الله شرك القوبة بدي باطلة واعظم وسيلة للكفر بالله والحجبات شرك والدعاء الحليفة شرك تاني فيه شنو خلاص انا قاعد علمهم ما حل بيقبلوا بسميه بيجيب ليه مبسد اعظم بديهم التوحيد الصوبة بخلي التوحيد ان قال ليه خلي التوحيد دهين بعدها شنو ده بعدها الخطة الاحمر لكن الاسم ده خاضع للمصالح وشنو جمع المفاسد